موسيقى وصول جثمانية سائقين المغربيين الذين قتلوا في مالي على إثر هجوما شنه مسلحون مشهولون على قافلة تجارية مغربية إلى مطرية قدير المسيرة صباحة اليوم الجمعة بتنجى افتتاح مركز جديد للشرطة لمعالجة المعطيات الخاصة بإعداد بطاقة تعريف الوطنية دولياً أستراليا ترفض الانتقادات الفرسية إثر أزمة صفقة الغواصات وملامح أزمة تلوح في الأفق بين واشنطن وبريث في رياضة المنتخبة المغربية تعادل مع نظيف تيلندي بهدف لمثله برسم منفسة كاس العالم لكرة القدم داخل القاعة نشرت الأخبار منك بفند كاتخ بيطانج أهلا بكم وصل صباح اليوم الجمعة إلى مطارية قدير المسيرة جثمان أسائقين المغربيين الذين قتلوا سبت الماضي في هجوم شنه مسلحون مشهولون على قافلة تجارية مغربية بجماعة ديدني المالية قد تم ترحيل جثماني ضحيتين الذين ورية أثر بعد صلاة ظهر إلى المغرب على متن رحلة قادمة من باماكو عبر دار البيضاء قد جرت أمسي الخميس بالعاصمة المالية مرأس مغلقي تابوتي جثماني سائقين بحضور سفير المغرب بمالي سيد حسن الناصري وعضاء الصفارة وسيد موسى ديارة رئيس جمعية الصدق المغربية المالية والإمام ثريو هادي ثيام رئيس المجلس الفيدرالي لأتباع طريقة تيجانية بمالي بالمغرب دائما أصدر المدير العام للأمن الوطني قرارات تقضي بالأعثاء من مناصب المسئولية مع التوقف المؤقت عن العمل في حق أربعة مسئولين يعملون بالمصالح المركزية للأمن الوطني وهم برتبة قائد هيئة وعميد شرطة إقليمي وعميد شرطة ممتاز وعميد شرطة مع إحالتهم على انظار المجلس التقديمي للبث في الجانب الإداري من الإخلالات والتجاوزات المنسوبة لهم بمناسبة مزولتهم لمهامهم ذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أمسي الخميس أنه قد تم عفاء وتوقيف هؤلاء المسئولين الأمنيين الذين يعملون على التوالي بمديرية الأمن العمومي ومديرية التجهيز والميزانية في سياق عمليات الافتحاص والتدقيق والبحث التي قامت بها لجرة من المفاتشية العامة للأمن الوطني لتوطيذ الحكامة والشفافية في المساطر المهنية والتي رصدت ارتكابهم لإخلالات وظيفية وتجاوزات شخصية خلال إطلاعهم بالمهام والمسؤوليات التي هم مؤتمنون عليها كما كلف المدير العام للأمن الوطني مصالح المفاتشية العامة للأمن بمواصلة واستكمال عملية الافتحاص والتدقيق لتشمل جميع المهام والأنشطة التي أشرف عليها هؤلاء المسؤولون الموقفون مؤقتا عن العمل طيلة تحملهم لمهام المسؤولية وذلك على النحو الذي يسمح برصد أي تجاوزات أو إخلالات أخرى مفترضة ويضمن بالمقابل ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وإرساء نظم الشفافية محلياً أعطت المديرية العامة للأمن الوطني من خلال ولاية أمن طنجا مصير الخميس الانطلاق للعمل بمركز القرب لإنجاز بطاقة التعريف الوطنية الكائن بمنطقة عنق توت بوسط المدينة وذلك مواصلة لمسار تقريب الخدمات الأمنية من المواطنين تقرير نشو البقالي مواصلة لمسار تقريب الخدمات الأمنية الأساسية من المواطنين أعطت المديرية العامة للأمن الوطني من خلال ولاية أمن طنجا أمس الخميس إشارة الانطلاق للعمل بمركز القرب لإنجاز بطاقة التعريف الوطنية الكائن بمنطقة عنق توت وفي حفلنا حضره ممثل مختلف سلطات المحلية والأمنية بمدينة طنجا تم الشروع في العمل بهذا المركز الذي يقدم خدمات متكاملة لإنجاز البطاقة الوطنية في جيرها الجديد انطلاقا من تهيئ فضاءات لاستقبال المواطنين وتوجيههم ثم مراجعة وتحصيل وثائقهم الإدارية قبل الانتقال إلى مرحلة تحصيل البيانات الشخصية والبيومترية ومعالجتها عبر منظومة معلوماتية خاصة وكذا جناح مخصص لتسليم البطاقة الوطنية المنجدة كما تم تزويد هذا المركز بوحدة متنقلة لإنجاز بطاقة التعريف الوطنية مع تجهيزه بكافة الولوجيات الضرورية ووسائل الاستقبال فضلا عن جميع الموارد والكفاءات المهنية والمعدات التقنية المرتبطة بالمنظومة المعلوماتية الوطنية لإنجاز البطاقة الوطنية وذلك بشكل يسمح بتلقي ومعالجة عدد كبير من ملفات الحصول على هذه الوثيقة التعريفية الأساسية وفق البرامج والشروط المعتمدة في بارق مراكز تشجيل المعطيات التعريفية على الصعيد الوطني في جديد الحالة الوبائية ببلادنا أعلنت وزارة وصحام سيا الخميس عن تسجيل 2432 عصابة جديدة بكوفي 19 و3672 حالة شفاء و46 وفاة خلال 24 ساعة الماضية الوزارة أبرزة عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكوفي 19 بلغ 20 مليون و757 ألف وأربعمائة وخمسة أشخاص فيما بلغ عدد الملقحين بالشرعة الثانية 17 مليون و225 ألف وتسعمائة واثنين وستين شخصا وتم تسجيل الوفيات الجديدة في جهة الرباط سل القنيترا بـ 11 حالة الدر البيضة 16 حالات طنجة تتوانا الحسيمة 5 حالات سوس ماسا بـ 5 حالات أيضا والشرق بـ 4 حالات مراكوش آسفي 3 حالات بني ملان خنفرة 3 حالات أيضا فاس مكناس بحالتين درعات تافلة حالتين قلمي موادنون بحالة واحدة دوليا احتضلت بروكسل أمسيا الخميس أول حبار رفع المستوى بين الاتحاد الأوروبي وتركيا حول تغير المناخ ذكرت وسائل علام محلية اليوم الشمعة لنائب رئيس تنفيذي للصفقة الخضراء الأوروبية فالمفوضية الأوروبية ووزير البيئة وتحضر التركي ناقشا الخطوات اللازمة لمكافحة الأثار المدمرة لتغير المناخ وخفض الانبعاطات الكربونية بشكل كبير بحلول سنة 2050 وقال وزير البيئة والتطور العمرانية تركي مراد قروم في مؤتمر صحفي عقب الاشماع قال إن الاتحاد الأوروبي وتركيا يحتجان إلى العمل بشكل وثيق للغاية وصفا أزمة المناخ بأنها تعد أو تحد لا يمكن لدولة بمفردها التغلب عليها ووضح أن أنقرة ملتزمة ببدل قصار جهدها ليتخفيف من أثار تغير المناخ مشددا على أن الحكومة التركية تتفق مع أهداف اتفاقية باريز لانبعاثات الصفرية وحياد الكربون ولفت إلى أنه تم البدو في محادثات حول الدعم الذي يمكن أن يقدمه الانتحاد الأوروبي لتركيا لتحقيق هذه الأهداف دوليا دائما رفضت أستراليا الانتقادات الفرنسية المواجهة إليها بشأن إلغاء صفقة غواصات أبرمتها عام 2016 مع شركة فرنسية وصعادت بأخرى تعمل بالطاقة النووية بشراكة مع واشنطن ولندن وهو التطور الذي أثار استياء بارغا في باريس وبكين وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون اليوم الشمعة أنه أثار احتمال أن تلغي بلاده صفقة غواصات أبرمتها عام 2016 مع شركة فرنسية في محادثات مع رئيس الفرنسي مانويل ماكرون في يوليوز رافضا لانتقادات الفرنسية بشأن عدم تلقيها تحذيرات كانت أستراليا أعلنت تمس أنها ستلغي صفقة قيمتها 40 مليار دولار مع مشموعة نفالا الفرنسية لبناء أسطول من الغواصات التقليدية وأنها ستبني بدلا من ذلك ما لا يقل عن ثماني غواصات تعمل بالطاقة النووية بتكنولوجيا أمريكية وبريطانية بعد إبرام الشراكة أمنية ثلاثية فرياضة عدل المنتخب المغربي مع نضيه طيلاندي بهدف لمتلاف المباراة التي جمعتهم أمسي الخميس برسم الجولة الثانية عن المشموعة الثالثة من منافسة كاس العالم لكرة القدم داخل القاعة التي تجرى أطوارها بليتوانيا إلى غاية الرابع من أكتوبر المقبل وكان المنتخب المغربي سبق للتسجيل بواسطة لعب يوسف جواد قبل أن يدرك المنتخب التيلاندي التعادل فلنفاس الأخيرة من اللقاء وابسطت كتيبة ناخب الوطني هشام الدكيك سيطرة مطلقة على أغلب فترات اللقاء لم تترجمها على مستوى التهديف حيث أهدر اللاعبون المغاربة سلسلة من فرص التسجيل إما بسبب غياب التركيز أو التسرع أمام شباك الخصمة يذكر أن النخبة الوطنية تفوقت في المباراة الأولى على منتخب جزر سليمان بستة أهداف دون رد ترفع بذلك رصيدة إلى أربع نقاط هذا وستختم العناصر الوطنية دور المشموعات بملاقات منتخب البرتغال يوم الأحد المقبل شاهدين بإخبار الرياضة نكون قد وصلنا وإيكم من ختم هذا العرض الإخباري لمزيد من هذه الأخبار وغيرها زوروا موقعنا الإلكتروني كاب ترجمة نانسي قنقر